وأخيرا دخلت الهدنة المنتظرة حيث التنفيذ وخلال 72 ساعة سيكون بوسع اليمنيين التعايش مع ما يمكن تسميته استراحة مؤقتة من الحرب لكن هذه الحرب لم تنتهي بعد ولا يبدو أنها في طريقها للنهاية الحكومة والميليشيا ومع علانهما قبولهما بأحكام الهدنة المقررة في إبريل الماضي أعلن أيضا تمسكهما بحقهما في الرد على الخروقات وهو ما يشير لأن هذه الهدنة تسير على ذات الطريق الذي مضت فيه سابقاتها من الهدن المقررة برعاية الأمم المتحدة والتي لم تجد فرصة الاستمرار أكثر من لحظة إعلانها قبل أن تدخل مرحلة عدة الخروقات والرد عليها ثم العودة إلى الحرب المعلنة مجددا المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ الذي يأمل أن تكون هذه الهدنة مدخلا لاستئناف المباحثات السياسية بشأن الحل في اليمن يجري جولة مكوكية قادته إلى موسكو قبل أن يعود إلى الرياض في طريقه إلى صنعة لبحث إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات بين الحكومة ومليشي الحوثي والمخلوق معتمدا على ما يبدو أنه توجه دولي صار أكثر اهتماما بالملف اليمنية عندي قبل واليوم كما سمعنا من اتحاد الروسي هذا كله أكيد سيأتي بنتائج إيجابية ودعم كبير من مجلس في موسكو سمع ولد الشيخ إلى الرؤية روسيا وهي التي أصبحت مؤخرا طرفا فاعلا في الأزمة اليمنية ولو عن طريق عرقلة بيانات مجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن وفيها كان نائب وزير الخارجي الروسي ميخايل بوغدانوف يؤكد أن أحلال السلام واستعادة الدولة في اليمن ستتطلب حلولا تفاوضية مقبولة من الأطراف مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع القوى الاجتماعية والسياسية الكبرى في البلاد حسب قوله هذا التأكيد الروسي يلقي بضلال من الشك حول حقيقة الموقف الدولي من القرار 22-16 وطريقة تنفيذه ويؤكد الحديث المتداول عن لجوء المبعوث الأممي إلى تقديم رؤية من خارج القرار تحاول التوفيق بين رؤيتين الحكومة والميليشيا ولا تراعي القرار الأممي إلا بأقل الشروط الممكنة اشتركوا في القناة